لو أنت دلوقتي مدارب حراس مرمى النادي الأهل تروح تقول للمدير الفني الشناوي يكمل أساسي ولا مصطفى شو بلي ياخد شوية على حسب الحالة الفنية اللي ماشي بياه الشناوي معك أنت شايفه شكل وي أنت بقى مدارب الحراس أنت شايفه لو هو الدنيا مش أفضل حاجة في التركيز لا لازم أقوله تعالى وتعالى أقعد وريح وأعمل ريستورت مرة تانية لنفسك بشكل كويس جدا عشان ترجع أخسن من الأول ولا تدعمه أكتر وتسيبه يلعب أكتر ويرجع تاني هو الشناوي كده كده هو الشناوي ما احنا مش بص خلي بالك اللي احنا بالقول ده مش هيقلن من رصيده هو عنده رصيد كبير مع جمهور النادي الأهلية عنده رصيد كبير في حراسة مرمى مصر إنما في الأول في الآخر أنت داخل على معسكر المنتخب يوم 7 تقريب على 10 صح شناوي هو حرس مصر الأول إنما التوقيت ده مش عايزين تبقى قصيين أنا مش مركز في مباراة إنما هو كان مفنش كويس وما رجع من الإصابة كان كويس ما عندهش حاجة إنما هو وراه حرس في دب دب خلاص إدى علامات إيجابية في الكرة النصرية وإدى علامات إيجابية مع النادي الأهلي ومع جمهور النادي أهلي حالة التمؤنان مصرفة شبير إنما في الآخر مش تركيزه اللي هيبقى قليل في المباراة أو إنه خلاص مش موفق في المباراة هنقول لا أعاده بقى بشكل إيجابي أو كلم من ده أنا من وجهة نظري إن الشناوي بيعرف يرجع بيعرف يرجع بسرعة صح وعنده شخصية وشخصيته بتسمح له بداه وديه من العوامل الكبيرة اللي بتقدي فترة التوقف إنه هم في النادي الأهلي في الراحة والنادي الزمالك في الراحة هيرجعوا بعد كده على المنتخب أكيد هو هيعيد حسابات نفسه بشكل كويس جدا عشان يرجع هو حارس مصر الأول الشناوي وإنت بتتفرج الشناوي سليم بنسبة مية في المية ها سليم بنسمع في المية ها ده بص واضحين فيها جدا لإني إحنا أما كان بيلعب بطوط أفريقيا ومن أول مباراة كان بيلعبها الشناوي وأنا كنت معاك هنا فكر قلت لك الشناوي مش سليم صح والناس اللي قايت لأ الشناوي كوائي قلت لك الشناوي ده مش الشناوي اللي أنا عرفه مش تركيز التركيز بيبقى باين وإن أنا مصاب بلعب وأنا مصاب بتبقى واضحة جدا بالنسبة لنا يعني فلا هو سليم جدا إنما مش مركز خالص في الفترة اللي موجود فيها حاليا عزيز عزيز اللي ترجمة نانسي قنقر